ده السلامية كل بقاتة لو ديوم مباريات اليوم بكرة بقى لأهل والإسماعيلي لأهل والإسماعيلي تبدأ القمة طبعا حتى لو الإسماعيلي تراجع كثير وإسماعيلي ساني كويس وإسنادي عامل تدائمات محترمة بس لسة هنشوف يعني بالزبط النادي الإسماعيلي تكمن صعوبة مبارات بكرة جاريدو جاريدو مدرب السابق لنادي الأهلي اللي حايز معها لكونفدرالية رجل حافظ النادي الأهلي بشكل جبير جدا كان موجوده جوا النادي رجلي ايه لأحاول في المبارات بكرة أعتقد أن النادي الأهلي يعني النادي الأهلي هيمسك الكرة وأعتقد نادي الإسماعيلي هيلعب برضو هيلعب زون على قد ما يدر محدش لغير لوقت يشوف النادي الإسماعيلي في المبارات الودية ولا حد عارف بس هو جاريدو أعتقد أنه הيلعب بطريقة شبه اللي الطريقة للنجم السحلي لعب بيها مع النادي الأهلي حили وفيه وكريم فؤاد وفيه خط الوسط يتواجد كل من حمدي فتحي وقاليو دينجو وعمري السلاي ومحمد مجدي أفشا حسين الشحاة أحمد عبدالقادر وبرونو سبيو وطاهر محمد طاهر وفي الهجوم السلاسي حسن حسن ومحمد شريف وشادي حسن عندي تعليق بقى كريم على القائمة آه قول خروج رامي ربيع آه اللي خرجوا من طب خلي خليت نقول قائمة الإسماعيلي وفي خط الهجوم محمد الشامي وباسم مرسي وحازم مرسي وعبدالقادر كليبالي فضل واضح جدا أن الراجل ده بيحب العيب تلكورة بيحب يعني بيحب الناس الكويرة من المساكين وده اللي شفنا أنه هو بيلعب محمود متولي بكان أيمن أشرف ومكان ياسر إبراهيم رامي ربيع خرج بره لأسباب فنية رامي ربيع أكيد لعيب كبير ولكن نقدر نقول أن رامي ربيع يقدر يعمل لونج باس كويس ولكن في مشكلة دايما عند رامي ربيع لما بيتضغط عليه فواضح أن الراجل أي حد مش كوير أي واحد مش بيلعب كورة ممكن يبقى بعيد عنه وأعتقد أن دي ممكن تكون السكواد أو التشكيل الآرب اللي هو يمشي به الراجل لما تبعنا كولر على المدار اللي فاته بكرة أهي لعب تشكيل عامل إزاي أعتقد أن دي الاهلي هيلعب طريته أربعة اتنين تلاتة واحد هيلعب بعلي معلول محمد عبد المنعم محمود متولي باكرايت هيكون أكرم توفيق طبعا في نص الملعب أعتقد أنه هيلعب حمدي فتحي وقاليو ديانج وطبعا برونو سافيو عشان يبقى عنده الحرية أنه هو يتحرك على الأجنحة وطبعا فرود أعتقد أنه هيكون محمد شريف وهيبقى على الشمال أحمد عبد القادر وعلى اليمين هيكون طهر محمد طهر دي بنسبة كبيرة هي دي التشكيل الآرب أعتقد أن كولر هيبقى التغييرات عنده في المركز ده وفي المركز ده في نتوع 2.5 ملعب حمدي فتحي وقاليو ديانج وعمر السلية دايماً اتنين من التلاتة هيكون بيلعبوا وقداما هيكون يا شدي حسين يا محمد شريف طبعا كل ده بناءنا على سير المباراة